واستقبل بقى اتنين من اللاعبين اللي احنا يعني بنقول عندنا لعبة مواهب ان شاء الله قريبا تكون موجودة في الدرجة الاولى محمد رافة وامير علاء عايز اتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي تشكيل المنتخبات الوطنية خلال فترة اللي جاية هيتم الاعلان عن تشكيل المنتخبات الوطنية كان من المفترض يتم الاعلان الفترة اللي احنا موجودين فيها وكان حصل جلسات باعلان بعض الاسماء ورجع حصل تراجع ولسه بيفكروا في اسماء تانية بالنسبة لمنتخب 2005-2007-2008-2009 هرجع وكرر الامر ده تاني بلاش توازنات وبلاش تليفونات في التعيينات بلاش توازنات وبلاش تليفونات في التعيينات مشوا الامور بنظام النظام يتحط معايير معايير على اساس سيتم اختيار المدير الفني المساعد المساعد التالت مدرب حراس المرمى الاداري كل المنظومة لازم يتحط معايير علشان يبقى عندنا رؤية للمستقبل تاني بلاش توازنات وبلاش تليفونات ولازم نشتغل لصالح الكرة المصرية النهاردة واحنا بنخطط مش عشان اللعبة دي لعبت في الاهلة لكن لازم يكون لها دور النهاردة واحد زي محمد شاوي محمد شاوي اشتغل في المنتخب الوئمي مع كابتن شاوي غريب اشتغل في المنتخب الاول لازم النهاردة يكون ليه دور ونبني كوادر جدا لمستقبل والرياض اشتغل مع الكابتن شاوي غريب اشتغل في المنتخب الوئمي بالحالي مع ميكالي وصلوا لماد مرتين لازم ياخد فرصة يكون رجل اول لازم نخلق كوادر للمستقبل واتمنى في النهاية كل التوفيق لله يتم اعلانه من شاء الله خلال فترة الجاية في تشكيل المنتخبات الوطنية نروح لفاصل وبعد الفاصل امير علاء ومحمد رأفة لاعب فريق 2006 و2005